اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأحرجهما مما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم حسبك قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله هذه الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية وهي هذه الآية في الجزء السابع تقتصر على السؤال فقط غير ذكرين لبعض الأمور التي لا علاقة لها بالسؤال تكمل فقط القرارة بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله أتحذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أسلم قل أغير الله أتحذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون حسبك إطرأ من قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيئ الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ففسق عن أمر ربه أفتتحذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أسبك اقرأ من قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الليح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأحيه وفصيلته التي تؤوينه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضا نزاعة للشوى حسبك الآن مع سيلتي معاني الكلمات قول جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ما مع نحلة عطية أو فريضة من طيب نفس وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون عنه يتباعدون عن القرآن بأنفسهم يسألونك كأنك حفي عنها حفي عنها أي عالم بها واقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد طريق وممرد ومرقب وفي الرقاب والغارمين والغارمين المدينين الذين لا يجدون قضاء ثم لا يكن أمركم عليكم غمة عليكم غمة أي غما أو مبهما واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ما أترفوا فيه ما نؤعم فيه فبطروا ونظروا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال أي شديد الأخذ وشديد القوة فترى الودق يخرج من خلاله الودق أي المطر وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات المؤتفكات المقلبات قرى قوم لوط سميت بذلك لأن الله تعالى قلب عليهم ديارهم بارك الله فيك وأنا أرى بصيرتك